اشتركوا في القناة الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و 7 دقائق من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح وبما أن القمر موجود في برج الأسد معناته تأثيراته على جميع الأبراج خلال هذا اليوم منكون أو بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا بداية تأثيرات زاوية جديدة ظهرت على الساحة الزاوية هاي هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون تأثيراتها من اليوم خمسة اثنين وبتستمر حتى يوم ثمانية اثنين دروتها يوم ستة اثنين الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم سبعة اثنين بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا لما بتصير زاوية مثل هاي الزاوية بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغطيالات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين المريخ طبعا هاي الزاوية دروتها اليوم الساعة ثلاثة وتمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم سبعة اثنين بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية برضو بالدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وازدياد حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيان الزوجية وبيعاني الفنانون والمطربون من عدة صعبات في تسويق أعمالهم الفنية وهذه فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح المنتوجات الجديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون ذرودها الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيرات طيلة النهار هاي بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وابن دفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون ذروتها ساعة ثلاثة وثمان دقائق عصرا بتوقيت جرينج برضو تأثيرات طيلة النهار تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي يعني ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي هي الزاوية الأخيرة للقمر وهاي رح تكون الساعة 6 و28 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيرات هذه الزاوية بتبدأ من ساعات الصباح وتستمر لغاية يومين قادمات بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعك السلبا على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذول الأعضاء أكثر حساسية فعشان هي برضو اكتمال قمر فما بنصح إجراء أي عملية جراحية لجميع أعضاء الجسم ولا بالأخص هاي الأعضاء اللي أنا ذكرتها إلا إذا كانت العملية اضطرارية مع تنبيه الطبيب بأنه الشخص اللي بده يعمل العملية إذا كان بأخذ مميعات أو ما بأخذ مميعات عشان يحتاط الطبيب من هاي النقطة أو لوقف المميع ما قبل العملية بالنسبة لعمليات التجميل طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكنه غير مناسب للجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح لقص الشعر العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ست اثنين طبعا هو رح يبدأ الساعة ثنتين وخمسة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 15 يوم في تمام الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 16 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحس الآن هي بنسبة 10% ورح تظل منتحس لغاية تساعات بعدين بتصير منتحس بنسبة 50% وبتكمل طيرة النهار القمر في الأسد حتى يوم 6-2 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 10% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 60% وأنبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة 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 للموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة بأي أمر العلاقة بالعاطفة أو التقرب من الأحبة والظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أيضا برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم اليوم برضو بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شي أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو اليوم ممكن يكون في بعض المصاريف الإضافية اللي بتيجي إما تصليحات أو مصاريف علاجية برج الجوزاء طبعاً اليوم نشاط عالي جداً عندكم وبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعلجوا استحقاق مالي أهم شنكو ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمعين خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأهم أنه تتفائلوا وتستغلوا هذا اليوم بكامل طاقتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية وترجع لكم أو برجع لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحها وركود لها أكثر يعني مدة من الأيام السابقة عشان هيك عليك اليوم أنك تتحلى بالحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بيسيطر التعب عليكم لأن القمر موجود في الأسد في بيت متعبكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمروا من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فحذروا من البدء بأي شيء جديد خلال هذا اليوم وما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نضموا أموركم وضعفوا مجهودكم يعني بمعنى آخر اعمل بشكل روتيني دون البدء بأي شيء جديد برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتقدروا تطلبوا المساعدة وما تترددوا برضو بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينكم بين زملائكم أو أصدقائكم أو جيرانكم أهم شيء أنه اليوم ما تبقوا واحدين لأنه كل المكاسب بتيجي من العلاقات الاجتماعية أو من خلال معارفكم حاولوا أن تخرجوا للقاء الناس وتستغلوا هذا اليوم برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدموا أفضل ما عندكم لأنه ممكن أنك تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ وممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية طبعا بمعنى القمر في بيت السمعة معناته ما في داعي للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اللي بعيدة وممكن اليوم تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم بتلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وممكن اليوم تعزز العلاقة الاجتماعية والعائلية لأنها هاي فترة مثمرة على جميع الأصعب وخصوصا تعامل مع الأجانب أو تعامل مع الأشخاص من خلال مؤسسات تعليمية برج الجديد بتعيد اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة اليوم هذا بيحمل لكم فرصة لمكسب هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة طبعا اليوم ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل وحاولوا أنك تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك اليوم ابترغبوا من ناحية إيجابية في تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه الجهة السلبية من توقعاتنا أنك حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال علجوا كل التطورات في موضوعية وعصاب بردة وما تتسرعوا في اتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاكم راحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنك تأخذوا القصة من الراحة ويهدأوا وكونوا عند حسن الظن اليوم ما بجوز أنك تعمل أي مشاكل أو مشاحنات خصوصا مع زملائك بالعمل والأهم أنك تنتبه لصحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء